حسناً لقد قمت بتفكيك كاميرتين متشابهتين وفعلت ذلك في الحقيقة لأنني قد واجهت بعض المشاكل فقد قمت بتفكيك الأولى للتعرف على أجزائي الداخلية ومن ثم واجهت بعض الصعوبات في تجميعها مرة أخرى حيث أصبحت بعض البراغي غير صالحة للتركيب ولذلك اشتريت كاميرا أخرى واكتشفت أمر مثيرا للإهتمام منه عما تظهر العديد من المنتجات بعدد من النسخ المعدلة التي لا تحمل بالضرورة أي تغيير في أرقام الطراز هذا يعني توصل المصنعون لطريقة أفضل أو أقل تكلفة لإنتاج جزء ما أو التوصل لطريقة تقلل تكاليف منتج مما يزيد من الربح ونظراً لإنخفاض تكلفة هذه الكاميرا في من المؤكد أن الربح يستحوذ على اهتمام المصنع عند النظر نرى أنه تم كتابة نسخة 3.8 على هذه الكاميرا بينما تحمل هذه النسخة رقم 3.3 حسناً إذن تشكل هذه الكاميرا نسخة أقدم تحتوي على وحدة معالجة مركزية مثبتة بمادة الإيبوكسي بينما تمتلك الثانية غطاء بلاستيكي لتثبيت وحدة المعالجة المركزية ومن المحتمل أن لا يكون الغطاء البلاستيكي بنفس قوة الإيبوكسي لستم أتهكداً من هذا الأمر لكن لا يبدو بنفس درجة الثبات من الصعب العبث بأسلاك هذه الكاميرا بينما عند إزالة وحدة المعالجة المركزية في الكاميرا الأخرى فمن الواضح أن الأسلاك تتباثر بسهولة كما ترون أيضاً فقد تم طلاء اللوحات الموجودة في كل كاميرا بألوان مختلفة تماماً عن الأخرى مما يتيح للمصنعين التمييز بين النسخ المختلفة عند وضع لوحتين على الجهة الأخرى سأقوم بتكبير الصورة قليلاً يمكنكم رؤية أن جهاز الشحن المزدوج أو جهاز التقاط الضوء مختلف جداً يبدو هذا أكبر وأكثر متانة بينما يبدو الآخر أصغر إلى حد كبير من الواضح أنه تم تركيز على تخفيض التكاليف ومن المحتمل أن يكون ذلك سبب التغيير وقد تم إنتاج ذاكرة المثبتة على لوحة الداخلية بواسطة مصنع مختلف ومن المحتمل أن تكون هذه الذاكرة الجديدة أقل سعراً لا تحتاج هذه اللوحة لهذا المكثف وربما يكون استخدام مكثف إلكتروليكي طريقة أقل تكلفة لتخزين الشحنة خلال عملية معالجة الصور وإذا نظرتم إلى العدسات تمتلك هذه العدسة غطاء كبير حولها بينما لا تمتلك الأخرى أي غطاء للعدسة ربما أضاف ذلك لتكلفة تصنيع الكاميرا ولكنني لا أعتقد أن هذه هي العدسة إنها هذا الجزء الصغير الموجود في الداخل الذي يبدو أكبر من وضع الغطاء ومن المحتمل أنهم تخلصوا من هذا الجزء لخفض تكلفة الإنتاج على أي حال هذه هي الاختلافات بين النسخة السابقة واللاحقة ولكن بالنسبة للمستهلك لا يظهر أي فرق بين كل النسختين على الإطلاق عند الشراء لأنهما تبدوان متطابقتين من الخارج ترجمة نانسي قنقر